مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سألخص لكم اليوم رواية كوخ العم توم للكاتبة الأمريكية هاريت بيتشر ستو والتي نشرتها عام 1852 يواجه مزارع من ولاية كينتاكي يدعى آرثر شيلبي احتمال خسارة كل ما يملك بعد أن تراكمت عليه ديون كبيرة على الرغم من أنه وزوجته ايميلي تربطهما علاقة طيبة وحنونة مع عبيدهما يقرر شيلبي جمع الأموال عن طريق بيع اثنين من عبيده إلى السيد هيلي تاجر العبيد القاسي العبدان المعنيان هما العم توم وهو رجل في منتصف العمر لديه زوجة وأطفال في المزرعة وهاري الابن الصغير لخادمة السيدة شيلبي إليزا عندما يخبر شيلبي زوجته عن اتفاقه مع هيلي تشعر بالذهول لأنها وعدت إليزا بأن زوجها لن يبيع ابنها تسمع إليزا محادثة بين شيلبي وزوجته وبعد تحذير العم توم وزوجته العم تكلوي تأخذ هاري وتفر إلى الشمال على أمل أن تجد الحرية مع زوجها جورج في كندا يلاحقها هيلي لكن عبدين آخرين من عبيد شيلبي يحذران إليزا من الخطر تفلت بأعجوبة من القبض عليها بعبور نهر أوهايو نصف المتجمد والحدود التي تفصل كينتاكي عن الشمال يستأجر هيلي صيادا للرقيق يدعى لوكر وعصابته لإعادة إليزا وهاري إلى كينتاكي تشوق إليزا وهاري طريقهما إلى مستوطنة عائلة كواكرز فيوافقون على المساعدة في نقلها إلى بر الأمان ينضب إليهما جورج في المستوطنة الذي يفرح باجتماعه مع عائلته لينطلقوا إلى كندا في هذه الأثناء يترك العم توم عائلته للأسف وصديقه الصبي الصغير جورج ابن شيلبي بينما يأخذه هيلي في قارب عبر نهر الميسيسيبي ليتم نقله إلى سوق العبيد على متن القارب يلتقي توم فتاة بيضاء ملائكية صغيرة تدعى إيفا فتصادقه بسرعة عندما تسقط إيفا في النهر يغوص توم لإنقاذها وامتنانا له يوافق والدها أوغستين سينت كلير على شرائه من هيلي يسافر توم مع عائلة سينت كلير إلى منزلهم في نيو أورليانس حيث ينمو قدره بشكل كبير لدى أسرة سينت كلير ويقترب بشكل متزايد من إيفا التي يشترك معها في تديونها في الشمال يظل جورج وإيليزا في حالة فرار من لوكر ورجاله عندما يحاول لوكر القبض عليهما يطلق عليه جورج النار فيصيبه في جنبه ويتراجع صياد العبيد الآخرون تقنع إيليزا جورج وعائلة كواكر بإحضار لوكر إلى المستوطنة التالية حيث يمكن معالجته في هذه الأثناء في نيو أورليانس يناقش سينت كلير العبودية مع ابنة عمه أوفيليا التي تعارض العبودية كمؤسسة ولكنها متحيزة بشدة ضد السود على النقيض من ذلك لا يشعر سينت كلير بأي عداء تجاه السود ولكنه يتسامح مع العبودية لأنه يشعر بالعجز عن تغييرها لمساعدة أوفيليا في التغلب على تعصبها يشتري سينت كلير توبسي وهي فتاة سوداء شابة تعرضت لسوء المعاملة من قبل سيدها السابق ويرتب لأن تبدأ أوفيليا في تعليمها بعد أن عاش توم مع عائلة سينت كلير لمدة عامين تصاب إيفا بمرض خطير تضعف ببطء ثم تموت يؤثر موتها تأثيرا عميقا على كل من عرفها فتصبح أوفيليا حنونة على العبيد وتعلم توبسي الثقة بالآخرين والشعور بالارتباط بهم فيما يقرر سينت كلير إطلاق صراح توم ولكن قبل أن يتمكن من اتخاذ قراره يطعن سينت كلير حتى الموت أثناء محاولته تسوية مشاجرة تبيع ماري زوجة سينت كلير القاسية توم إلى مالك مزرعة شريط يدعى سايمون لغري يتم نقل توم إلى ريف لويزيانا مع مجموعة من العبيد الجدد بمن في ذلك أميلين التي اشتراها الشيطاني لغري لاستخدامها لشهواته ولتحل محل امرأة أخرى اسمها كاسي تشتد كراهية لغري لتوم عندما يرفض الأخير جلد زميله كما أمره يتلقى توم ضربا قاسيا ويقرر لغري أن يسحق إيمانه بالله ثم يقابل توم كاسي ويسمع قصتها لقد انفصلت عن ابنتها بسبب العبودية وحملت مرة أخرى لكنها قتلت الطفل لأنها لم تستطع تحمل أخذ طفل آخر منها في نفس الوقت بمساعدة توم لوكر الذي أصبح الآن رجلا متغيرا بعد شفائه على أيدي عائلة كواكرز يعبر جورج وإيلايزا وهاري أخيرا إلى كندا ويحصلون على حريتهم وفي لويزيانا يختبر إيمان توم بشدة بسبب الصعوبات التي يواجهها ويكاد يفقد إيمانه لكن يتجلى له في المنام المسيح وإيفا فيجددان قوته الروحية ويمنحانه الشجاعة لتحمل عذاب لغري يشجع توم كاسي على الهروب فتفعل ذلك مع إيميلين بعد أن ابتكرت حيلة تتظاهر فيها هي وإيميلين بأنهما شبحان عندما يرفض توم إخبار لغري أين ذهبت كاسي وإيميلين يأمر لغري المشرفين عليه بضربه عندما يقترب توم من الموت يغفر لليغري والمشرفين ويصل جورج شيلبي ومعه نقود لشراء حرية توم لكن الأوان يكون قد فات فيشاهد توم وهو يموت تستقل كاسي وإيميلين قاربا نحو الحرية وتلتقيان أخت جورج هاريس وتسافران معها إلى كندا حيث تدرك كاسي أن إيليزا هي ابنتها المفقودة منذ فترة طويلة تسافر العائلة التي تم لم شملها حديثا إلى فرنسا وتقرر الانتقال إلى ليبيريا الدولة الإفريقية التي تم إنشاؤها للعبيد الأمريكيين السابقين يعود جورج شيلبي إلى مزرعة كينتاكي حيث يطلق صراحة جميع العبيد بعد وفاة والده تكريما لذكرى توم يحثهم على التفكير في تضحية توم في كل مرة ينظرون فيها إلى كوخه وأن يعيشوا حياة مسيحية نقية تماما كما فعل توم أتمنى أن يكون ملخص كوخ العم توم قد أعجبكم وأراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر